لحروح لفقرتنا طبية قبل ما نبلش ونعرف الناس شو هي بالعموم صرنا نشهد بالفترة الأخيرة كتير من الناس عندهم نقص ومشاكل بعدد كبير من الفيتامينات بالجسم أو حتى صرنا نسمع أنه عندهم فقر دم كتير تمام أدي بتشوفي أو أدي عم بيمر؟ هل شي مرة تعرضتي لهذا شي صار معك ناقص أو فقر دم؟ أنا لا يعني بس أنا بشوف حدا يعني بشوف حدا أنه بعرفه أنه عنده هاي المشكلة فبتلاقي الأعراض كتير ظاهرة وكتير بيروح للمكملات الغذائية أو بالأكلات الطبيعية ولكن بتحسي فيه أجسام يعني بس تركة دول القصاص رح ترجع للفقر الدم من أول وجديد أكيد خلينا اليوم رح نتعرف مو بس عن فقر الدم أو نقص الحديد بالجسم هل هو عرض أم مرض مثل ما حكينا ببداية الحلقة أيضا رح نحكي اليوم عن التشخيص باعتبار التشخيص هو جزء مهم للوصول إلى حلول اليوم ممكن شخص يروح يحلل دم يطلع معه نقص ولكن مو هذا هو فقط يعني خلاص أنا باخد دوا دائما فيه شي اسمه البحث والدخول لجزور المشكلة اللي معرفتها لحتى نعالجها بالشكل الصحيح ما ترجع تتكرر مرة تعني طبعا هاي الأسئلة وغيرها من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا معنا الدكتور فؤاد يارد وهو اختصاصي بالتشخيص المخبري يسعد صباحك أهلا وسهلا صباح الخير دكتور ساعد صباحك كيف فك اليوم؟ الحمد لله لكنا عم نحكي تحت الهواني وياك ثلما أنه تقريبا كل معظم الشعب اليوم عم بيعاني من نقص فيتامينات ومن خصوصا الفيتامين دال يعني اليوم بنا نضوي أكتر على فقر الدم خلينا طبيا نشرح شو هو فقر الدم ومثل ما حكينا بالمقدمة هل هو حالة مرضية أو ممكن تكون عرضية تمرق بحياة كل شخص فينا؟ تمام يسعد صباحكم صباح الخير مثل ما تفضلتوا بالمقدمة هو شيء شائع عم نشوفه كتير حولينا بس هو فقر الدم عرض لكتير أمراض مثل ما هو الصداع عرض لكتير أمراض مثل ما هو الدوار عرض لكتير أمراض مثل ما الآلام العضلية هي عرض لكتير أمراض فنحن فقر الدم ما لازم نتعامل معه على أنه هو مرض هو عرض لازم ندور على شو سببه ولذلك بداية إذا نعرف فقر الدم هو انخفاض بأرقام الخضاب عن الحد الأدنى الطبيعي وطبعا نحن الخضاب عنا مرتبط بالعمر وبالجنس تمام فأرقام الخضاب تتفاوت بين كل مرحلة ومرحلة فنحن مجرد انخفاضة نحن قدام فقر دم طيب دكتور خلينا نحكي أكثر اليوم كل فقر الدم هو مرتبط بنقص الحديد أو لا يعني بنسمع مثلا في أشخاص الكبار بالعمر ممكن يكون فقر الدم عندهم غير مرتبط بالحديد خلينا نفسر بما أنه اليوم حضرتك تشخيص مخبري فحندخل شوي على تفاصيل جديدة ممكن الناس أول مرة كون عم تسمعه السؤالة كثير حلو هلا نحن فقر الدم بعوز حديد هو المرض الأشياء يعني نحن مجرد ما نسمع حدا قال أنا عندي فقر دم دغري نحن بيتبادر لزهن نقص حديد بس نحن عنا كثير أمراض مرتبطة بفقر الدم وهي غير عوز الحديد ممكن يكون عنا عوز الحديد ممكن يكون عنا التلسيميا اللي هي كثير شائعة ببلادنا ممكن يكون عنا فقر دم بأمراض مزمنة مثل القصور الكلوية قصور كبدي لنا النزوفات مثلا ممكن يكون عندي فقر دم بسبب انحلال شيء انحلال بالدم مثل مرض الفواري اللي هو كمان شائع ببلادنا وممكن يكون عندي فقر دم مثلا بعوز الحمض الفوليك أو فيتامين بيت 9 وفيتامين بيت معاش فنحن فقر الدم مزبوط نحن بس نقول فقر الدم بيروح لزهننا الحديد هو الأشعة بس نحن عنا كثير أمراض تعملنا فقر دم غير عوز الحديد طب دكتور خلينا نحكي ذكرت حضرتك أنواع لفقر الدم كثير من نسمع فيه أشخاص بيقولولهم بموسم فيه أكلات معينة بيسبب لهم الحلال بالدم مثل الفول الأخضر أو ما بعرف شو هي الأكلات اللي ممكن تعمل هاي الحساسية بالدم تعملون فقر بالحديد وبيصير إنحلال بالدم أدي هاي المعلومة طبية صح دكتور؟ هلا أكيد صحيحة هلا هي الفكرة مو هيك داك تقولي السؤال داك يعني الفكرة أنه أنا شو هاد الفوال هو بحد ذاته الفوال هو نقص خميرة جي سيكس بي دي هالخميرة هي اللي بتساعدنا على استقلاب هالمكون مثل ما عم نقول بس أوقات نحن بيصير عنا شغلات بتحرد نواب الإنحلال ويصير عنا إنحلال وفقر دم مثل إنتعنات أوقات بعض الأدوية بعض الصادات الحيوية هاي كلها ممكن تحرد نعم طيب دكتور بالعموم أي شخص مريض بيروح لعند الطبيب بنعرف في شيء اسمه الفحص السريري يوازي الفحص السريري مخبريا تحليل الدم يعني هون أنتو بتدخلوا شوي شوي على المشكلة وتبلشوا تفصلوا لنعرف الأسباب أنواع فقر الدم مخبريا كيف بتنكشف وكيف تبلشوا وتبحثوا يعني هلا أول شغلة حابب نوع علي أنه ما حدا يروح على المخبر يقول أنا دي أعمل هاد التحليل يعني ما حدا أنه في الصبح يقول أنا نازل أعمل هاي التحليل لازم دايما التحليل كون بناءا بعد استشارة الطبيب لأنه أنا وقت متل ما تفضلتي وقت واحد بيروح بياخد القصة السريرية من الطبيب عفوا بيعرض قصته السريرية للطبيب الطبيب ياخد هالقصة بيفصلها بيفهم منه شو أعراضه يعني نحن وقات فيه أعراض متشابهة بس في فروقات بسيطة هي بتخلي الطبيب يتوجه هو قدام شو فبناءا عليها بيوجه أنه لازم تعمل هاي التحليل المعينة يعني نحن كتير أمراض كتير مرضى وقات بيجول عنا بيقلونا أنه مثلا بدنا نعمل هدول التحليل أول سؤال بيسألوا يا أنه أنه أنت مين بعتها يعني أنت ليش هاي التحليل طلبتها والله جارتي قالتلي وجاري قال لي لا هي مو هاي الفكرة عرفتي شو يعني هي نحن لازم مثل ما قالت أول شي إنه نحن نحن مو هو مو مرض هو عرض نحن نستنتج من وين جاي هالفقر أنا عندي خزان ماء عم يسرب ماء مو بس إذا ضفت ماء نحلت نحلت طبعا بدي صلح العطل تماما فنحن مخبريا عنا كتير تحاليل مهمة لتساعدنا على كشف فقر الدم أشهره واللي كل ناس تسمع فيها هو السي بي سي أو تعداد الكامل للدم هذا التحليل مثل ما الدم فيه ثلاث مكونات رئيسية اللي هي الكريات البيضاء والحمراء والصفيحات هذا التحليل نفس الشي مقصم لكريات بيضاء وحمراء وصفيحات نحن بالنسبة لأنه بهمنا قسم الكريات الحمراء فنحن وقت نطلع على قسم الكريات الحمراء منلاقي عنا تعداد الكريات الحمراء الخضاب اللي هو مستوى رسابة دموية حجم الكرية للحمراء اللي هو كتير مهم هلأ رح نشوف ليش هو كتير مهم بتحديد نوع فقر الدم تركيز الخضاب ضمن الكورية ووزن الخضاب ضمن الكورية هدول البرامترات كلها أو المشعرات كلها هي رح توجهنا لنكتشف شو نوع فقر الدم اللي عنا بالإضافة لتحاليل كتير نوعية بقى بكل مرض تمام دكتور كل نوع كل أنواع فقر الدم ممكن تتشارك بالأعراض الخارجية للإنسان أو لا خلينا نحكي عن أهم الأعراض نحن اليوم كيف قادرين نميز هذا الشخص إذا كان عنده شيء ظاهري بيدل على فقر الدم وهل ممكن أحيانا تتشابه هذه الأعراض مع مرض تاني؟ أكيد بس فيه أعراض عامة أساسية بفقر الدم هلأ نحن مجرد ما نشوف شخص أول شخص شاحب نقول له قدي خضابك شو أنت نازل خضابك تعبير متداول بين الناس هلأ الشحوب هو من العلامات الرئيسية بالفقر الدم التعب الوهان بعض الأحيان دوار بصير معنا اللي التركيز هلأ هذا أنا شو حكيت أعراض أعراض هو المريض اللي بحس فيها هلأ فيه العلامات اللي هو لازم يروح عند الطبيب الطبيب هو اللي بشوفها من خلال القصة من خلال منظر المريض رح يلاقي عنده مثلا علامات خاصة بكل مرض بحد ذاته يعني شو سبب هل كان فقر الدم عنده تمام؟ فالأعراض العامة اللي رح يحس فيها المريض هي الدوار، قلة التركيز، شحوب، تعب لأنه متل ما بنعرف نحنا الخضاب هو بساعد على حملة الأكسجين ضمن الدم فوقت بينزل عند الخضاب رح تقل شوي هالعملية رح يصير فيه تعب أكتر نعم، طب دكتور بعد ما يتم تحديد سبب أو نوع فقر الدم اللي موجود بالجسم هل هو لهي الحالة أو هاي الحالة بنبلج برحلة العلاج الشائع والمعروف عوز الحديد أنه بده ياخد حديد فيه ناس بيقلك مثلا عنده مشكلة هضمية أنا بدي أنتقل للتسريب الوريدي لأنه جسمه ما عم بي يعني ما عم يستفيد من الحديد اللي عم ياخده حب فيه ناس تقولك إبر نسمع كتير عن أنواع العلاجات خلينا نحكي أكتر بشكل مفصل شو هي أنواع العلاجات؟ العلاجات هي المسؤول عنها بالشكل الأساسي هو الطبيب السريري وليس الطبيب المخبري طبيب السريري مثل ما قلت لك وقت بيقيم شو سبب هالفاقد دموية أنه أنا إن كان صغيرة حجم فهي ممكن تكون في إردم عوز حديد تلاسيمية أو أي شيء في إردم مزمن أو هي سوية حجم مثل نزوفات أو عوز خميرة أو كبيرة حجم مثل عوز بي 12 أو بي 9 مثلا هون بناء عليها بيحدد هو كيف لازم يعالج إن كان دواء فموي إن كان غزائي ممكن بيقلك عوض غزائيا ما بدي شي منك ممكن يكون علاجات وريدية هيل بيقيمة طبيب المعالج يعني أنا ما فيني مثلا يجي حدا يقول لي أنا هذا دواء أخدته وكان معي في إردم تحسنت كل مريض إله خصوصيته تمام يعني مثلا مريض في إردم بعوز حديد لنفترض أوقات بعضوله حديد مريض تلاسيمية هو خضاب ونازر إذا بعطيه حديد بضره آه بيعطه دم مثلا غير شيء تماما لأنه مريض تلاسيمية بشكل عام هو مريض عنده حديد عام مرتفع ومنفس الوقت في كتير مرضى بيجوا بشكل فئر دم مشترى يعني عندهم فئر دم بعوز حديد ممكن يكون معه فئر دم بعوز بي 12 فاقة مشتركة ممكن يكون عنده تلاسيمية يصير معه فئر دم بعوز حديد فنحن ما عنا قلب واحد ننزل فيه لأ كل مريض له خصوصيته تمام دكتور ذكرت كمان عدة أنواع اليوم مخبريا وطبيا وقتل بيكون عندك تحليل كيف اليوم المخبر قادر يفرق بين أنواع فقر الدم يعني إن كان عوز حديد أو أنواع تاني؟ مثل ما قلت لكم نحن بتحليل السي بي سي عنا مشعر كتير مهم هو حجم الكوريات بناء أنا عليه صنفوا إنه هالفئر الدم هو صغير حجم ولا سوي حجم ولا كبير حجم نحن بس نطلع على هاي البرامترات متوجه أكتر كيف لازم ومشا هيك قلت لكم لازم وقت المريض بيشرح أسطل الطبيب وبعد ما يشاف هاي التحاليل فيه بترجع مجموعة من التحاليل بيطلبها لأنه أخذ فكرة الطبيب بقى إنه شو أنا دام شو وبيوجهه أحسن ما إنه المريض جاي يعني تعرفوا اليوم تكاريف التحاليل ما لرخيصة صحيح فممكن الواحد عم يعمل تحاليل طريقة ما له متوجه فيها بس لأنه حدا نصحه أو شي لأ طبيب هو اللي بيوجهك إنه أنت لازم تعمل هاي التحاليل ويكون هذا علاجك يعني بما أنه حكيت دكتور عن التحاليل كمان في أخطاء شائعة بتصير مع الناس اللي بيعملوا تحاليل اللي هو مثلا عدد ساعات الصيام نوعية الأكل قبل التحليل الدم يعني فيه تحليل معينة المفروض مثلا هذا النوع خصوصا يلي عم يعمل تحليل دم أذا بده يعرف الحديد أو غير فيه مثلا أنواع معينة من الخضار ممنوع يأكلها من اللحومات أو ما إلى ذلك إذا بيأخد حب خلينا نعطي شوية أفكار عن هذا الموضوع سوالك كثير كثير حلوك أنت محضرة تمام فيه مثل تحليل فقر الدم نحنا إذا عم نتحرى لفقر دم بعوز حديد ما لازم ناكل ونروح نحليل لازم يكون فيه صيام قبل التحليل لأنه فقر الدم بعوز الحديد من تحليله هي عيار حديد المصل الفريتين الشي منسميه ترانسفيرين الشباع ترانسفيرين وسعر رابطه هذه التحليل الرئيسية نحنا نشوفها بتشخيص فقر الدم بعوز الحديد نحنا وجبة غذائية ممكن تأثر لنا على عيار حديد المصل بس ما بتأثر على الفريتين اللي هو مخازن الحديد نحنا اللي بنستعمله بالتعبير العامي مخازن الحديد الوجبة الغذائية ما رح تأثر لي على المخازن بس رح تأثر لي على عيار حديد المصل يلي هو عم يدور بالجسم تمام مثلا دعاير أنا بيت تسعة حمد الفوليك أو بيت ناش وجبة غذائية ممكن تأثر وبالأخص البيت تسعة كم ساعة لازم نشون؟ هلأ تعبير للصيام يعني بهيك تحاليل نحنا منقله المريض نا تعشى ونام وفيه تاع الصباح على التحليل يعني ثمان ساعات؟ ثمان ساعات سبع ساعات يعني بشكل أنا ما أكون آكل جاي بعد ساعة بحل ليل تمام؟ بيكون لفل عالي من المادة بالدم بيكون فما رح أخذ رقم دقيق فكتير مهم بهي التحاليل يكون فيه السيام والدواء يتوقف إذا أنا بأخذ دواء حديد وبيدي أرجع عاير الحديد لازم وقف الدواء طبعا قبل قدامنا التحليل هلا يكفي قبل يوم يومين لحتى عاير تمام؟ يعني يفضل يومين لحتى يكون رجع الجسم لاستطبابه مثل ما بيقول تمام؟ طيب دكتور كتير في أشخاص عندهم أمراض تانية بتواجد أيضا فقر الدم السكري نسمع بفقر الدم المنجلي هذا كتير يمكن القليل بين الناس وغير منتشر جدا خلينا نضوي شوي عليه ونحكي عن عواز الحديد في حال إذا كان الشخص مصاب بفقر الدم بعواز الحديد شو هي أهم الإجراءات والأدوية اللي ممكن يروح عليها؟ فقر الدم المنجلي هو بقرنة وفقر الدم بعواز الحديد هو بقرنة نحن فقر الدم المنجلي هو موجود ببلادنا مثل فقر الدم المنجلي مثل التلاسيمية المنجلية مثل التلاسيمية ألفة تلاسيمية بيتها هي موجودة ببلادنا وهي خلل وراسي وراسيا تماما مرض وراسي هو وبينتقل نحن عندنا كثير ببلادنا زواج أقارب ولذلك نحن كثير وقات منشوف بتحليل ما قبل الزواج بيعملوا رحلان خضاب اللي هو بساعد على تشخيص تلسيميا فوقت بيكون في عندي إصابة تلسيميا عند الزوج والزوجة المقبلين على الزواج الرجل المرأة المقبلين على الزواج بنبهون أنه أنتو قدام حالة ممكن مثلا أنت مصاب أنت حاملة للمرض أو أنت حامل وانت حاملة للمرض ممكن أولادكم بالمستقبل يكونوا مصابين فكتير بنبهون على هذا الموضوع فنحن فقر الدم المنجلي موجود بس هو يختلف كليا عن عواز الحديد لأنه نحن فقر الدم المنجلي ما قلت لك هو مرض وراسي عواز الحديد نحن لنا كتير أسباب لحتى يتطور عنه يوم شو طريقة علاج فقر الدم العواز بالحديد يعني؟ هذا بحدده الطبيب السريري بناء على الأرقام على شدة المرض أوقات كتير مخبريا ممكن نحن نشوف أنه ما في فقر الدم مواضح وصريح بس سريريا الطبيب شايف أنه في عارات؟ في عارات فهو بقرر يعالج فهذا القرار هو عن طبيب المعالج بس نحن بفقر الدم بعواز الحديد يعني ممكن يتطور عنه بسبب فقط زائد للمادة مثل ما نقول أو زيادة متطلب أو سوء امتصاص تمام؟ وهذا كمان يعني دكتور اليوم عم نشوفه كتير صار شائع ببلدنا حاليا سوء الامتصاص وصرنا عم نشوفه عند أعمار مختلفة وفيه كمان إله تحاليل معينة يعني يوم نسمع أنه بيروح عنده آلام بالمعدة عنده كذا عنده بداية فقر دم شو حوب ما إلا ذلك بياكل أكلب معد بقدر معدتو تتقبلها في منهم بيروحوا على المشافي بيركبوا سيروم إذا أكل أكلب مانا فيها يمكن أمح أو شيء معين من اللي هو بيصاب بسوء الانتصاص فخلينا نحكي أيضا عن هاي التحليل الآن الشي اللي أنت عم تحكي عليه حضرتك هو الداء الزلاقي بطير وقات مرضى بيعمل تحليل بلاقي عنده فقر دم بيجي بيلو جارو عميل حديد هاي مش كلفنا لجارو رفيه قول صبعاني حوكتر بقدوني دول سودا هدول قصص السودا هلأ السودا شغلة يعني هي معنى مفيدة طيبة طيبة بس معنى مفيدة معنى مفيدة لفقر دم هي أول مرة أسمعها معدو هذا موروش شعبي أنه إذا عندك فقر دم كل سودا موصح هاد موروش شعبي عم تفاجئنا اليوم هاد موروش شعبي السودا هي أكلة غنية كتير بالبورينات وبترفع حمض البول بشكل كتير كبير لا أكل لحمة عادية وما تعكلي سودا لا في دكتور أشخاص ما بي ما بس هو كتير لأنه مشان تحتفز بالدم تماما نو ما بعرفش بيدر حليبة وما بعرفش بيعملو طيبة عصرة ليمون دبس رمان يعني بس بس هي الفكرة عم بقلك شو إنه هي بالموروش شعبي هي شي خاطئ أي كترته خاطئة بس السبانخ أكيد لهلا لساتنا متاقدي من هالمعلومات السبانخ العدس هلا نحن في شغلة كتير مهمة إنه الحديد اللي مناخده عن طريق مصادر حيوانية امتصاصه بالجسم أحسن من اللي مناخده عن طريق مصادر نباتية تمام هلا نحن عنا مثل ما بنقول البيضة هي عنصر غزائي غني كتير بالحديد وبالبيض كمان هي أول ما دع عارف أنه بيض غني بالحديد نعرف بالبروتينات غني بالبروتينات غني بالبروتينات فهي غزاء متوازن ممكن نحن المريض هذا يتمم غزاءه فيه مشان فكرة حكيت يعني بيجي بيعاني من فقر دم بعوز حديد حفوا بيعمل خضاء بيقول له جاروا عمال حديد بيطلع عنده هذا نقص حديد بيقول له إيه يلا بلش هذا الدواء أنا بزمناته مثلا ابني كان عنده نقص حديد وعطوه هذا الدواء بس هو بيكون قدام مشكلة كتير كبيرة كان لازم يراجع طبيب هضمية لأنه هو عنده داء زلاقي لأنه داء زلاقي ممكن فيه نسبة كبيرة من الناس يعملها فقر دم بعوز حديد لأنه ممكن المرض يدمر قسم الأعلى من الإمعاء المسؤولة عن امتصاص الحديد ويؤثر عليه تمام فهون رح يصير أنا عندي عوز بالحديد تالي لمرض فهو راح فكر أنه عبعوض مي به الخزان بس أنا ما عالش السقب اللي عنديها بالخزان للأسف تمام زاهري اليوم شو أهم المضاعفات دكتور ممكن تسيب أي شخص في حال صار في إهمال الوضاع الصحي نحن نعرف دائماً في مخزون بداخل الجسم احتياطي يعني كنظامي يعني هو عالم داخلي خارجي في أشخاص بيكون عندهم نقص حديد وعندهم أيضاً نقص بالمخزون الحديد الموجود داخل الجسم خليت تحكي عن المضاعفات بشكل عام ودي اليوم وهم زيارة الطبيب وبوقت أي حداً بيحس أنه عنده نقص حديد داخل الجسم للأسف أنه نحن كثير الناس تتداول بين بعضها هي المتممات الغذائية أنه خود هذا المتمم هي مجموعة الفيتامينات هي زايد أخو المائس طالما أنا إنسان طبيعي بأكل وبشرب فما في داعي لهذه المتممات دون إشراف طبيب لأنه أنا وقت بأخذها بشكل عشوائي عم بعرض حالي بعض الأحيان لرفع مستويات الفيتامينات والمعادن بشكل ما لي مضطر عليه تمام هاي الفكرة كتير مهمة لازم ننتبه له مضاعفات مثل أي شيء بالدنيا وقت دي يحمل جسمي كميات زيادة ممكن عرضه لأنسيمام فأنا ما لي مضطر حض جسمي بهذا المحل يعني مشان هيك نحن لازم دايما الطبيب المعالج هو يحدد مثل ما قلت لكم بكتير أوقات الطبيب المعالج بيقول لك عوض غذائيا أنت مالك مضطر تأخذ حبة الدواء تمام دايما المصادر الطبيعية أكيد بتظل أهم يعني وبتعطي الفائدة أكتر يعني بالنهاية يعني مثل ممكن تلاقي صبايا عندهم غزارة بالدورة التمصية مثلا صار عندهم فئة زايد بقوموا بالشو أرايبينه ونهي المختص لحتى يساعدنا أكيد يعني العلم اللي حكينا فيه اليوم علم التشخيص المخبري هو علم واسع ويطول الحديث إلنا حلقات قادمة نحكي بتفاصيل أكتر شكرا لوجودك شكرا دكتور ورواي ساعة صباحك كان جديد شكرا